أولاً ألفت هذا الكتاب من أجل ابنتي لأني تركتها في عمر ثلاث سنوات وعندما عدت بعد ربع قرن وجدتها في الثامنة والعشرين من عمرها إذن هي لا تعرف حياة والدها هذا الكتاب هو فرصة لتتعرف علي ثانياً ألفت هذا الكتاب من أجل أرواح الشهداء الذين قضوا خلال حرب استرجاع الصحراء المغربية هي أيضاً مناسبة للإشادة بجميع الأسرى الذين استشهدوا بتندوف ولعائلاتهم وأطفالهم كما تقول سيمون ذاي الكلمة تطهر بالنسبة لي الكتابة تطهر أيضاً هي طريقة لإزالة الضغوط عن كاهلي وفي هذا تسليط للضوء على المعاناة التي عاشها الأسرى المغاربة في تندوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر